إنما الرسول قال لا الرسول بيأتي غالبا لأمة مكذبة أمة نسيت وجاهلت وكذبت أشركت اليهود مثلا اليهود من بني إسرائيل أمة موسى عصوا وأشركوا كفروا فربنا بعتلهم عيسى يكفروا بعيسى وإن صار نفس الكلام يكفروا فيبعت محمد عليه الصلاة والسلام فيكون رسولا لأمة مكذبة فيدعوه إلى الله سبحانه وتعالى يرده إلى الإيمان مرة أخرى ده الغالب في الفارق بعض أولادنا اللي في الأزهر بيتابعونا مثلا أو بعض الزملاء الأعزاء من إخواننا ومشيخنا ومدرس الأزهر يدرسوا العقيدة والتوحيد في الأزهر يقولوا أنه الفارق الجوهري بين النبي والرسول أن النبي لا يؤمر بالتبليغ أما الرسول فيؤمر بالتبليغ أنا فاكر كويس أوي وأنا في أولى كلية رحم الله تعالى أزاد زيتنا كلهم أحد الأسات زي كاملة سنة العقيدة الدكتور السعود العجمي الله يرحمه سيني لي قال لنا هذا الفارق غلط وأنا فاكر ده كويس أوي وأنا طالب في أولى جامعة طبعاً نحن ندرس الكلام ده ثلاث سنين في أعدادي وأربعة ساعتها كان ثانوية أربعة سنوات يعني انتبهنا كده بشيء من القلق يعني نحن ندرس ده سبع سنين وبنمتحن فيه وبنقول إن الفرق بين النبي والرسول هو أن النبي نبي رجل من بني آدم أوحى الله إليه ولم يؤمر بالتبليغ الرسول رجل من بني آدم أوحى الله إليه وأمر بالتبليغ وهو طلع بهذا الكلام كده وإحنا طبعاً يعني كلنا أذان صاغية أستاذ أسازتنا يعني كبار الله يرحمه فقال هذا الفارق خطأ قال إزاي ما أمرشي بالتبليغ ده أنا وإنتم مؤمورين بالتبليغ فكان الكلام مكنع طبعاً ده أنا وإنتم مؤمورين بالتبليغ النبي قال بلغوا عني ولو آية فربه بلغن أوعى من سامع فإحنا مؤمورين نبلغ إن شاء الله حتى بآية بنحفظها فإزاي نبي ينبيه الله ويختاره ويصطفيه ويوحي إليه وفي نفس الوقت ما يأمروش بالتبليغ ما لو هم ميتوا إيه ما خلاص ما كان ولي صالح موجود ده حتى الأولياء حتى أهل الإيمان العديين ده ربنا قال في بني إسرائيل لعنى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى عندما قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا يتناهون عن منكر معناها إيه معناها ما كانوش بيبلغوا إلا يتناهى عن المنكر واللي يأمر بمعروف معناها بيبلغ معناها بيقول طب كنوا ما قالش لعن وده إنسان عادي لنبئ ولا حاجة فإذا كان بيطرب أهل الإيمان من الإيمان وبيلعنوا لأنهم لم ينهوا عن منكر ولم يبلغوا معروفا أو يعارفوا معروفا ولم يعلموا ما تعلموه ده معناها إيه يبقى النبي نقول له ربنا هيوحي إليك وفي نفس الوقت ما تبلغش أو بلغ براحتك عايز تبلغ عايز تبلغ بلغ مش عايز مش عاوز يبلغ عن الله يعني يعني يعرف الناس يدعوهم عايز تقمر معروف ماشي عايز تنع منكر ماشي مش عاوز مش عاوز ينفع ده غير مقبول لا مش مقبول فلقي الكلام صدا وتصديقا وأصبحت هذه المسألة واضحة في أذهاننا يبقى النبي مأمور بالتبليغ الرسول مأمور بالتبليغ وما ينفعش نقول الفارق إن ده لا يؤمر وهذا يؤمر ما ينفعش اللي اتنين مأمورين بس ده بيبلغ شريعة سابقة وده بيبلغ شريعة جديدة أو بيصحح مصار شريعة سابقة المصار الانحرب بسبب الناس القائمين عنيها حرفوا زواروا أي حاجة فبيجوا هو عشان يزبط الدنيا فالله يشهد لنبيه يا أيها النبي أده شاهد له بالنبو يبقى محمد نبي بشهادة الله لما يندع لقوله يا أيها النبي خلاص وهنا بن كسين خلي بالك عمره سيدنا النبي يعني ما نودي عليه ما ينفعش ايه عمر ربنا ما ينفعش بعض الناس يقول لك ايه ده عمر ربنا ما عمل عمر ربنا ما ينفعش عمري أنا أنا ليه عمر النبي ليه عمر عمري أنا ربنا ما خزلني أشهد بهذا اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ما سألته إلا وأعطاني فله الحمد وأكثر مما نستحق فله الحمد فله الحمد فأقول كده عمري إنما عمر ربنا ما ينفعش فعمر النبي ما نودي عليه من الله في القرآن بيا محمد أبدا أبدا ما نوديش عليه باسمه أبدا شايف التكريم يا أيوة النبي دفاع حاجتين هاي الحاجة الأولى الشهادة الحاجة التانية المقام الرفيع أيوة